بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم يا حبيب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير صباح الفل او مساء الفل على اختي وحاببتي وامي اللي بيتتبعني وحشتوني وحشتوني كمان مرة وحشتوني النهاردة بقى هنفرز مع بعض البطاطس بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومش هتسود منك ولا تتبل ولا يحصل لها اي حاجة خالص يلا بينا نشوف هنفرز البطاطس بتاعتنا دي ازاي وعايز اقولك الطريقة دي مضمونة مليون المية معتمد عليها بقالي كده بالزبط دخلة في ست سبع سنين ما بعملش غيرها بصراحة الطريقة حلوة جدا والبطاطس بتطلع طعمها حلوة جدا والاحلى كمان اللي طريقة نكحة اللي البطاطس عمرها ما تسود منك وكمان عمرها ما تبقى مجلدة كده ودبلانة ومش حلوة خالص المهم هنسمي ليه ونصلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وحط اللايك بتاعك ولو انت اول مرة تتفرج عليها ما تنسيش تحط اشتراك وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لك كل الفيديوهات يا ست الكل وتثبتي وجودك تحت في التعليقات بتعليق حلو زي كده وزي العسل بينورني ويكترني ويفرحني طول الوقت طيب هنعمل ايه بقى في البطاطس بتاعتنا البطاطس اللي انا هعملها النهاردة دي بطاطس نوعين بطاطس للحشو وبطاطس للتحمير المهم يعني من الموضوع ده كله او الغرض منه اللي هي توفير الوقت مش اكتر ولا اقل وكمان البطاطس سعرها بيغلى جدا في شهر رمضان رغم اللي هي اصلا بيبقى سعرها غالي الايام ديات البطاطس سعرها خمسة جنيه في شهر رمضان بتوصل لثمانية وتسعة وممكن تدخل كمان لخمستاشر جنيه فليه بقى عندنا الفرصة اللي احنا نعمل كل حاجة في البيت وتبقى متوفرة عندنا البطاطس عشان خاطر تعمليها تفريز لازم البطاطس اللي هي ملمسها في نسبة من الرمل شوية لما تمسك البطاطس طاية كده من بره تلاقيها مرملة شوية دي البطاطس المناسبة جدا للبطاطس التحميل جبت البطاطس وقشرتها وبعد كده غسلتها وحطت فيها شوية مية هبدأ دلوقتي بقى لانا اطحها صوابع طبعا بتقطعيها الحجم اللي انت عايزيه عايزيها رفيعة عايزيها طخينة شوية برحتك خالص اللي انت عايزيه انا بحاول اعملها بين البنين ولا كده ولا كده تبقى سميكة كده ومسكة نفسها وطعمها بيكون حلو جدا في النهية هقطع بقى كمية البطاطس كلها ويكون معايا ايه؟ معايا حل على النار فيها كمية مية مناسبة بالشكل ده طبعا انا اشرت كمان البطاطس الزغيرة البطاطس الزغيرة هنعملها بطاطس حشو هتبقى جميلة قوي في شهر الرمضان بيبقى طبق جنيبي جنب الاكل لكن بيكون مالي مركزه كده وبيبقى طعمه حلو قوي ان شاء الله باذن الله انا عملتها معاكم النهاردة باذن الله بقى نعملها في الروتين في يوم كده من ايام رمضان كل سنة وانتم طيبين جبت بقى معايا حل فيها مية والمية بدأت تغلي معايا علشان خاطر نحافظ على البطاطس بتاعتنا لونها فاتح كده والدنيا تمام وما تسودش مننا هنحط نص كباية من الخل الخل هنا هيحافظ على البطاطس مش هيخليها لونها سودة ولا اي حاجة ولا الحبية بتاعت البطاطس تحسيها اللي هي غمقى وكمان مادة حفظة هنزل بقى بعد كده بعد ما نزلت بنص كباية الخل هنزل بمعلقتين كبار من الملح واروح نزلة بكمية البطاطس بتاعتي كلها لو انت عاملة كمية كبيرة والحلة مش هتاخد الكمية كلها تقدر تقسميها مفيش اي مشاكل خالص طيب انا هعرف من ان البطاطس بتاعتي ديت خلاص خلصت طبعا لما نزلت بكمية البطاطس كلها خلاص المية بردت معايا طيب هعمل ايه دلوقتي هستنى لحد ما البطاطس او المية مش البطاطس المية تبدأ تاخد اول غلوة اول ما تاخد اول غلوة هبدأ اعد على قدية لمدة خمس دقيق بعد الخمس دقيق هيكون البطاطس معايا بدأت اللي هي تدخل في السوا هروح شايلها على طول في الوقت دوت خلاص المية بدأت تغلي معايا هسيبها بس شوية هسيبها بقى الخمس دقيق اللي انا قلتلك عليهم ما تخفيش هتاخد منك وقت شوية عقبال ما تغلي المية للمرة التانية لكن ما تقلقيش كده البطاطس بتاعتك ماشى بطريقة كويسة والنتيجة كمان هتكون نكحة معاك ان شاء الله كده خلاصة هي بدأت اللي هي تغلي معايا بالشكل دوت حضرت بقى معايا اي حضرت بقى معايا بولة بس البولة اللي انا هحطها اول طبق ما يكونش بلاستيك عشان خاطر ما يتفاعلش مع الايه مع السخنية حاجة تكون سلستين او حلة مثلا المونيا يعني اي حاجة بتتحط على النار اقصب كده ما يكونش حاجة بلاستيك هطلع بقى كمية البطاطس كلها بسم الله ما شاء الله انا عاملة كمية حلوة يعني ممكن يطلعوا كده معايا اربع اكياس يعني اربع تيام للسحور يعني الموضوع بالنسبة لي هيبقى حلو قوي واول ما يخلصوه هروح عاملة كمية تانية نسهل على نفسينا يا اختي كده الموضوع يبقى سهل وبسيط وعملنا الفول كس بطاطس على كس فول من اللي احنا عاملينه وشايلينه في الفريزر على كوباية زبادي من اللي احنا كنا عاملينها ويحت الجبنة وخلاص على كده السحور خلص وتقضى والحمد لله كل سنة وانتم طيبين يعود عليكم الايام بخير ويجعل بيكو كلها عمرانة بالحب والمحبة اللهم امين يا رب العالمين وبالخير طبعا كده خلاص البطاطس طلعتها كلها هروح بقى على الحود معايا هنا بولا فيها مية مية عادية خالص من الحنفية احنا كده كده في الشتاء فالدنيا ساقعة والمية بتبقى ساقعة already مش محتاجة اي حاجة حطيت بقى كمية المية كلها على البطاطس وهبدأ الي انا اغيرها مرة واثنين وثالتة لحد ما لمس المية الاقيها ساقعة معايا مش هلاقيها ده فيها الاقي المية ساقعة معايا طبعا لو احنا في السيف كنت بعمل ايه كنت بجيب مية ساقعة متلجة فيها مكعبات من التلج لكن احنا دلوقتي هي كده كده المية نزلة من الحنفية ساقعة اصلا طبعا انت بتديها صدمة بتديها صدمة عشان تحافظي على البطاطسطايا كده الشكل الخارجي من برة ما يكسرش عايز اقولك اللي احنا هنعمل كل الكلام ده مع بعض في السحور ان شاء الله باذن الله ومش السحور بس ساعة كتير بابا زهي انا ومش عارفة اعمل اكل ايه فبعمل لهم يا اختي مكارونا وكفتة مكارونا وبني وبروح ساحبة كيز بطاطس زي ده وكده ومحمرة جنب الاكل وبيبقى الفطار خلص والحمد لله على كده حطتي اللايك بتاعك النهاردة شكلك ما حطتيش بعد بقى ما صفيت البطاطس حطي اللايك يلا بعد ما صفيت البطاطس صفيتها كويس جدا في الطبق دوت اللي جاي معايا المصفى اللي جاي معاها طبق لو انت مش عندك زيها ممكن تصفيها على فوتا يعني بعد ما تنزل المية كلها تنشفيها كويس في الفوتا بس فوتة مطبخ طبعا تكون نديفة هجب بقى معايا ايه هجب معايا صانية تكون مساحيتها كويسة قد الفريزر بالزبط تمام هحط على الصانية كيز بلاستيك من تحت واروح حطى طبقة من البطاطس وبعد كده هحط كمين كيز بلاستيك من فوق البطاطس وهنزل بطبقة تانية على البطاطس وهعمل الموضوع دوت كده كزا مرة لحد ما كمية البطاطس كلها تخلص معايا طبعا لو مش عايزة تعملي الاكياس بلاستيك ممكن تحطي على البطاطس حوالي نقطتين زيت وتقليبيهم في بعض كده وتروح يحطاهم في الفريزر مش هتمسك معاكي ولا اي حاجة لكن البطاطس هتجمد وهتبقى جميلة وزي العسر كده خلاص هياخد بقى الصانية دي ودخلها كده عرفة في الفريزر لمدة نصف ساعة كده في النصف ساعة دي بقى نعمل ايه نعمل البطاطس بتاعتنا اللي هي الحشر قشرتها والبطاطس دي متوفرة حلوة اوي في السوق دلوقتي وسعرها تقريبا 2.5 او 3 جنيه يعني ممكن تجيبلك كمية وتعمليها هاخد كتعة صغيرة من البطاطس من فوق وكتعة صغيرة من البطاطس من تحت الكتعة الصغيرة اللي انا خدتها من فوق دي المكان اللي انا هاقور فيه طيب واللي تحت هعمل لها قاعدة كده تعد عليها عشان يبقى شكلها حلو في طبق التقديم لما نيجي نقدمها على الصفرة بتاعتنا ان شاء الله باذن الله طبعا والحاجات اللي انا بطلحها دي اللي هي الاطراب بتاعت البطاطس وكمان الحشوة بتاع البطاطس ممكن ما يترميش يعني انا قريدي اصلا مش هارميه هحمره للولاد ولو مش هحمره للولاد ممكن اعمل جنبيه حوالي كده مثلا نصف كيلو من البطاطس واروح سلقيها ممكن الولاد ياكلوها او ممكن انت تعمليها بطاطس بوريك كده تبقى طعمها حلوة اوي لما تحط فيها لحمة مفرومة وتعمليها صوابع كده وتتحط في الفريزر بالبيد والبقسمة دي وصفة ثالثة قلتلك عليها هي هبدأ بقى لانا اقور البطاطس بتاعتي بسرعة بسرعة ومش تاخد مني وقت فيه ناس بتحب تقورها بالسكينة فيه ناس بتحب تقورها بالمقور انا كاهبة بحب اعملها بالمقور فشلة جدا في موضوع السكينة بسرعة حاولت كذا مرة اتعود اعملها بالسكينة لكن الموضوع تلي معايا صعب جدا معرفتش اسيطر عليها وتقطعت مني كذا مرة بص هي متاخدش وقت خالص خالص وخلي فيها لحم كده شوية لما بتحمريها بقى كده وبتعمل لها تدبيلة بتبقى طعمها حلوة اوي عملتها معاكم قبل كده وشكل لصانية كانت حكاية ولا طعمها مش قادر اقولك عاملة حكاية قوليلي لو انت عايزة الطريقة بقى سيبهالك في اول كومنتو مسبت ان شاء الله وبرضو كنت عاملها مفرزة كده وطلعتها من الفريزر وعملتها وطلعت طعمها حكاية عملتها معاكم يعني انا على طول بعملها بس المراتي كنت عاملها معاكم بص كده خلاص بعد ما حمرتها اديتها شطفة تحت الحنفي وكنت محضرها معايا هنا ايه محضرها لزيد بتاعي سخني جدا وهبدأ انزل بالبطاطس بتاعي البطاطس هنا انا مش عايزها تاخد لون انا عايزها تاخد طبقة خارجية من برا تمسك البطاطسطايا لان لما تدخل الفريزر هتتطر معايا شوي ولما تتطر اكده هتتكسر وهتبقى مش حلو فانا عايزة بس الغلاف الخارجي كده اللي هو يبقى متشمع علشان خطر البطاطس ما تتكسرش معايا وهي محططة في الفريزر هسيبها بقى في التحمير كده شوية وطبعا انا لسه معايا شوية كمان فهتطلع دول واروح حتى بقى شوية تانين ويه بس كده انا مش هعمل فيها اي حاجة ولا هسلقها ولا اي حاجة هي كفاية عليها التحمير لكن احطها في الفريزر زي ما هي كده الموضوع هيبقى صعب قوي مش صعب في الطعم هي ممكن تسود لو انت حطتيها زي ما هي في الفريزر لكن لما تحمريها هتديكي نتيجة حلوة جدا ومش هتسود وكمان مش هتتكسر منك لان هي متقورة فبقيت رؤياء جدا فتخلي بالك من النقطة البسيطة دي هجب معايا منديل من المطبخ وهبدأ اللي انا اطلع عليه البطاطس اللي حس اللي هي اتشمعت من برة او اتحمرت كده من برة من الطبقة يعني ايه خدت طبقة كده من التحمير شوية بسيطة قوي مش اللون انا اهم حاجة الطبقة اللي هي خدتها بص كده بحاول اللي انا اقلبهم كده الناحية التانية يلا بقى انت لسه قاعدة بتتفرج علي انا قلت اللي انت بتفكري كده عندك قد ايه كم كيلو بطاطس كده تلاتة كيلو اربعة كيلو وتقومي تعمليهم كلهم مرة واحدة دلوقتي وتروحي شايلهم في درج من الفريزر او الفريزر بتاعي التلاجة ويه كمان هتريحي نفسك على الاخر حاجة كده سهلة وبسيطة وما فاش امكانيات ويه روحة خلوس بتطلعي بقى كسي الفول من بعض الفطار ويه بتسيبيه فك على الرخامة اما البطاطس بتطلعيها في وقتها خلوس انا هنتصحر دلوقتي ايوه هنتصحر دلوقتي يبقى تقومي تطلعي كسي البطاطس بتاعك وتنزليه على النار على طول في حاجة اسهل من كده اظن كده كل حاجة عندنا الحمد لله صح ولا لأ صح يلا بقى حط لايك بتاعك وكتبكم منت حلو وكتبيه لي لو انت ليك طريقة تانية في البطاطس قوليه يعني بعد محمرت البطاطس هنا بقى كانت البطاطس بتاعتي جمدت في الفريزر فتعالي بقى نعبيها في الاكياس ونشوف احنا هنعمل ايه بعد كده طبعا انا ليه عملت الخطوة دي عملت الخطوة دي عشان كل حباية بطاطس او كل صباع بطاطس يبقى كل واحد لوحده لكن انت ممكن من البداية تحطي كله في الاكياس وتروحي شايله بس انا بفضل اللي هي تبقى معمولة كده زي بتاعة المحلات بالزبط اللي احنا بنروح نشتريها بسعر غالي قوي والكيس بيبقى كيلو واحد ومعدل 25 جنيه اما انت ممكن تعملي حاجات بسيطة جدا من البيت عندك بامكانية بسيطة جدا والتكلفة هتكون بسيطة جدا 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 والطعم اكيد احلى من بره بكتير قوي عبيت الكيس الاولاني هنا عبي الكيس التاني طبعا انت بتحط في الاكياس على حسب عدد الاسرة وعلى حسب انت شايفة مثلا الكمية بتاعة الكيس دي تناسبكم ولا لا هنا كده الكيس التالت وهبدأ اللي انا اشيل بقى الاكياس وابدأ اللي انا احط في الكيس بقى اللي انا عامله عايز اقولك البطاطس حلوة جدا وما تكسرتش ولا حصل لها اي حاجة بالنسبة للناس اللي بتحب تحمر البطاطس نصف تحميرها وتشيلها في الفريزر وبعد كده لما تطلحها ترجع تحمرها تاني بصي هي دي طريقة حلوة بس انا جربتها وفشلت معي ما عرفش بقى هو العفية ولا العف في الطريقة فكل شيخ وليه طريقته انا بالنسبة لي الطريقة دي تحلوة جدا ونجحة معي ومجربها بقى لي كتير جدا ولما بتطلع من الفريزر وحطها على النار بتديني نفس الطعم بتاع المحلات بالزبط اللي هي الشركات يعني فبتبقى جميلة قوي بسم الله ما شاء الله والولاد عندي بيحبوه شوية ملح بقى شوية دقف والوش فالموضوع بيبقى سهل كده وجميل تلعوا معي قد ايه تلعوا معي الكمية اللي انت شايفها دي بسم الله ما شاء الله تلعوا خمس اكيس وهنا البطاطس هحطها بقى في الاطباق الفل عشان خطر بس ما تتكسرش مني ممكن احطها في اكيس وشلها في الفريزر لكن انا محتاجة اللي هي تبقى قعدة على حاجة علشان خطر بس ما تتهريش معي انا عندي عاملة في الفريزر عاملة درج مخصص للاكلات الجهزة يعني ايه اكلات الجهزة يعني الاكلات السهلة التحضير زي البطاطس زي الفول زي البطاطس اللي هي التحمير ديت اللي هي بتعت الحشو زي حاجات كتير اوي ممكن نعملها في يومنا تبقى سهلة علينا اللي انت جاية تعبانة من الشغل مش قادرة النهاردة تقوم تعملي اكل يعني مش شرط شهر رمضان بيبقى بيجي علينا وقت فعلا بيبقى محتاجين حاجات سهلة فبدال ما نجيب من السوبر ماركت لا احنا كل حاجة موجودة عندنا وبنعملها باقل الامكانيات والدنيا تمام ده كده شكل البطاطس هدخلها بقى الفريزر واستني بقى ايه هوريكي النتيجة دلوقتي هنحمرها مع بعض مش هستني للسحور لا هنحمرها مع بعض وهوريكي كل حاجة بالتفاصيل ان شاء الله وطبعا كله على عينك يا تاجر مش بخبى عليكم اي حاجة خالص اعمليها بس كده وان شاء الله باذن الله هتنجح معاك وهترجعيلي تاني وتقوليلي يهيب البطاطس طلع الجميلة وسهلت علي كتير جدا وانت يعطي بتتفرج دلوقتي علي كده اشاريلك كمية حلوة او هاتي كمية حلوة اشاريها بكرة وانت جاية من الشغل على حسب يعني مزاجك ويهي اعمليها والله ما هتاخد منك يعني بيكبرها قوي ساعة في المطبخ وانت واقفة لكن هتستريحي بعد كده هنا الزيت سخن معايا نزلت بكمية البطاطس طبعا البطاطس دي متفرزة بس بقالها نص ساعة في الفريزر بس يعني ماكملتش اكتر من نص ساعة فهتتحمر معايا دلوقتي وهتبقى جميلة وزي العسل ما بالك بقى لو قعدت في الفريزر مثلا اسبوع والعشر تيامة يبقى عاملة ازاي هتبقى احلى واحلى طبعا دي كده البطاطس هنزلها على مناديل وارش عليها شوية من الملح وشوية من الدقة بس كده ويعني ممكن عيش فيه نباعة حسب ما الولاد عايزين جمب بقى شوية فول كده واحلى صحور مع كوباية زبادي بس كده خلاص كل سنة وانتم طيبين يجعل بيبقى وقول لها عمرانة بالخير والحب والمحبة اللهم امين يا رب العالمين بحبكم في الله سلام عليكم اشتركوا في القناة